تعرض رئيس منظمة زيرو فساد نادر العبيد لمحاولة اغتيال في دولة تشات هذا هو الخبر الذي وجد حظا كبيرا من التداول والنشر والانتشار في مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن فجر رئيس منظمة زيرو فساد هذا الخبر للإعلام بأنه كان في سعي لمحاولة اغتياله في مكان سكنه بدولة تشاد ولكن لم يتم ذلك نسبة لوجوده خارج المكان أو خارج البلد فبحسب الخبر كشف رئيس منظمة زيرو فساد نادر العبيد عن تعرضه لمحاولة اغتيال مطلع الاسبوع الجاري بمغر إغامته بالعاصمة التشادية جامينة وغال العبيد في تصريحات صحفية أن أشخاص مسلحين بسكاكين وصواطير داهموا مغر سكنه في غيابه وعندما لم يجدوه عبثوا بالمحتويات مما يدل على أنهم مأجورين وأضافة هؤلاء كانوا يقصدونني بشكل شخصي مؤكدا شروعه في فتح بلاغات جنائية ضد المتهمين الذين رصدتهم كاميرات المراقبة المسبة بالشقة ويتهم العبيد أعضاء بلجنة زالة التمكين بمحاولة اغتياله عق نشره لفيديو خاص بتجاوزات بعض أعضاء اللجنة وأكد العبيد أن منظمة زيرو فساد تعكف حاليا على جمع الملفات الخاصة بتجاوزات لجنة التمكين بجانب بلاغات أخرى وقال سنقدم خلال أسابيع بلاغات للمحكمة ضد أعضاء لجنة التمكين بواسطة جسم جديد يضم محامين وناشطين هذا بحسب الخبر الذي نشر ونغل عن لسان نادر العبيد لوسائل الإعلام إذن هو بيتهم لجنة التمكين الناس متابعة في الفترات السابقة دي الخلاف والصراع بين نادر العبيد ولجنة التمكين الصراع خلاه يطلع من السودان ويمشي لدولة التشاد بعد ذلك بدأ في كشف كثير من الملفات اللي بتخص لجنة التمكين يمكن تسجيلاته وفيديوهاته يعني موجودة بشكل كبير جدا في الوسائط فده صراع بين نادر العبيد ولجنة التمكين كونه أنه تحدث محاولة بتاعة اغتيال وتكون في تشاد وبهذه الطريقة معناها فعلا في ترصد للرجل لكن محتاج أنه يثبت من الذي خلف هذه الجريمة خاصة وأنه في كاميرات مسبتة بحسب ما قال إنه في كاميرات مسبتة في الشقة وهي صورت دخول الناس وخرجوا معناها للأجهزة الأمنية بتكون المزالة دي واضحة بشكل كبير شوفنا نادر العبيد في الفترات السابقة دي كيف هو بفجر في المفاجآت وبفجر في المعلومات اللي بتخص لجنة التمكين وبالتالي أكيد في خلاف أكيد في صراع أكيد في ناس عندهم مصلحة في تقييب نادر العبيد على المشهد لأنه الرجل غال الكثير وما زال يحمل الكثير اللي ممكن يقول للناس والرأي العام عشان يقدر يفيد في غضية العدالة الكاملة لأنه شوفنا اللجنة التمكين وما تفعله لجنة التمكين في الناس وفي المؤسسات وفي البلد شوفنا لها حقيقة أفعال كثيرة جدا جدا لا لها أول ولا لها آخر شكرا